نقسم ذا على العامل المشترك يكون الناتق X ناقص ونقسم EOSX على EOSX يكون الناتق واحد زائد C ننتقل إلى مثال آخر كتطبيق لقانون التكامل بالتجزية مثال اثنين أحسب التكامل X مضروب في كوسين X DX الحل قانون التكامل بالتجزية نكتبه هنا مرة أخرى تكامل U DV يساوي U في V ناقص تكامل V DU هذا قانون التكامل بالتجزية ونستخدمه لإيقاد قيمة هذا التكامل X في كوسين X كما في المثال السابق نضع U تساوي X ونضع DV تساوي كوسين X DX نضع U تساوي X لأنه مشتقة X تنتهي بسرعة مرة مرتين يصبح الاشتقاق يساوي 0 إذن let U تساوي X وDV تساوي كوسين X DX هذه نفاضلها فنحصل على DU يساوي DX وهذه نكاملها فنحصل على V تكامل DV يساوي V وتكامل كوسين X DX هو ساين X لأنه ننفذ القانون لإيقاد قيمة هذا التكامل أو لحساب هذا التكامل تكامل X كوسين X DX يساوي U في V X في ساين X ناقص تكامل V في DU ناقص تكامل V في DU ساين X في DX ساين X DX برضو هنا نلاحظ أن التكامل الثاني عبارة عن دلة واحدة وهو أسهل من التكامل المعطى اللي هو على صورة حاصل ضرب دلتين يساوي X مضرب في ساين X ناقص تكامل ساين X من قوانين التكاملات أو الصياغ القياسية في قدوة للتكاملات تكامل ساين X بيساوي ناقص كوسين X عمليات التكامل انتهت يجب إضافة ثابت التكامل وهذا يساوي X مضرب في ساين X نضرب السالب في السالب في كون الناتق موقع ب كوسين X وزايت ثابت التكامل سي نضيف مثال آخر مثال ثلاثة أحسب التكامل لين X D X الحل نحسب هذا التكامل أيضا باستخدام قانون التكامل بالتكزية وهو تكامل U DV يساوي U في V ناقص تكامل V D هذا هو قانون التكامل بالتكزية نستخدمه في هذه الحالة لاحظ في هذا المثال لا يوجد إلا دالة واحدة وهي لين X فعند ظهور لين X في أي تكامل معناه يجب أن نستخدم قانون التكامل بالتكزية ويجب عفوا ويجب أن نضع U تساوي لين X حتى لو كان في دالة أخرى هنا كثيرة حدود يجب أن نضع U تساوي لين X و DV تساوي DX إذن نضع let U تساوي لين X ونضع DV في هذه الحالة DV يساوي DX نفاضل هذه DU تفاضل لين X يساوي واحد على X وهذه DX تكامل DV بV وتكامل DX بX ننفذ القانون تكامل لين X DX يساوي U في V U في V U في V يعني X مضروبة في لين X X لين X بعدين ناقص تكامل V في DU ناقص تكامل V مضروب في DU V اللي هي X مضروب في DU اللي هي واحد على X DX واحد على X DX يساوي X لين X ناقص تكامل هنا ممكن الاختصار هذه الـ X مع هذه الـ X فيكون الناتج 1DX وممكن عدم كتابة الواحد لأنه ليس من الضروري وأن كتب لا يؤثر على النتيجة X لين X ناقص تكامل 1DX بيساوي X وكذا عملية التكامل انتهت ولا ننسى إضافة ثابت التكامل ممكن نتوقف هنا في هذه الإقابة بهذا الشكل وممكن بعض الأحيان ناخد الـ X عامل مشترك ولكن يكفي الغاية هنا بالنسبة لهذا المثال مثال آخر كالتطبيق على قانون التكامل بالتكزئة أحسب التكامل X عس عشر لين X D X مستخدما قانون التكامل بالتكزئة تكامل U DV يساوي U في V ناقص تكامل V في DU هذا هو قانون التكامل بالتكزئة ويجب أن نحسن نحسن الاختيار هنا لكي نحصل على النتيجة بكل سهولة نتيجة التكامل لاحظ في هذا التكامل حاصل ضرب دلتين X 11 في الين X هنا دلة واحدة وهي الين X ولما يكون عندي هنا الين X أو دلة مثلتية عكسية يجب أن نضع لتساوي الدلة اللغة رتمية أو الدلة المثلتية العكسية وبنعطي مثال على هذا هنا عندي حاصل ضرب دلتين هذه كثيرة حدود زي ما قلت في المثال الأول ناخذ كثيرة الحدود باليو لكن إذا ظهر لين X فيجب أن نختار اليو تساوي لين X ونختار DV تساوي هذه الدلة اللي هي كثيرة حدود فنضع هنا let U تساوي لين X ونضع DV تساوي X أس عشرة DX هذه نفضلها فنحصل على DU يساوي تفاضل لين X بواحد على لين X DX هذه نكاملها نكامل DV فنحصل على V وتكامل X أس عشرة بيساوي X أس عشرة زائد واحد نضيف للأس القديم واحد فيكون الناتج 11 مقسوم على هذا الأس القديد اللي هو 11 إذن تكامل X الس عشرة لين X DX يساوي U في V X أس 11 على 11 مضروب في لين X ناقص تكامل V في DU V في DU ناقص تكامل V في DU يعني X أس 11 على 11 V مضروب في DU U عفوا هنا 1 على X مشتقة الU تساوي 1 على X وليس 1 على لين X عفوا 1 على X إذن نضرب هنا V في U اللي هي في 1 على X DX هذا يساوي X 11 على 11 لين X ناقص 11 اللي في المقام ثابت نطلعها خارج علامة التكامل يبقى عندي تكامل X 11 على X عند القسمة تطرح الأسس هنا 1 11 11 11 1 10 إذن بيكون عندي X 10 DX التكامل اللي حصلت عليه الآن هنا أسهل من التكامل الأصلي معنى اختيارنا كان مناسب جدا إذن تكامل X 10 بكل سهلة نزود الأص 1 ونقسم على الأص الجديد فيكون عندي X 11 على 11 لين X ناقص 1 على 11 تكامل X 10 بيساوي X 11 نضيف للأص القديم 1 فيصير 11 ونقسم على الأص الجديد اللي هو 11 وبعد كده نضيف ثابت التكامل بالإمكان نضرب 11 في 11 ونقسم تكامل 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 شكرا شكرا